يا أهلا بحضركم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الرجالة كانوا رجالة النهاردة الأبطال كانوا أبطال كل حاجة النهاردة في منتخب مصر كانت عظيمة الفرحة حلوة والسعادة حلوة وتجميعة الشعب المصري تاني وراء منتخبهم هو المكسب الأكبر أقسمنا النهاردة كوديفار أكنا الأفضل كنا الأحسن عملنا كل حاجة في المباراة دعنا فرص كتيرة وعملنا أداء رائع دفاعي وهجومي كل الشي في كرة القدم النهاردة منتخب مصر عمله بالقلب والروح قبل القدم كل حاجة النهاردة بتقول إن احنا عندنا منتخب كبير عندنا مدير فني النهاردة قال أيوة أنا مدير فني كبير واسمي كبير وسيبيه محترم مش مجرد كلام على ورق النهاردة عمل مباراة كبيرة وزي ما انتقلنا في مباراة المنتخب النجيري المباراة الأولى النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا قدام أقوى منتخب في البطولة منتخب كودفوار النهاردة كل حاجة كانت عظيمة من أول خطة اللعب تشكيل الفريق الأداء في الملعب الكوتشنج وإدارة المباراة من كيروش لكل واحد النهاردة شارك في المباراة مفيش واحد النهاردة يا جماعة كان وحش كل لاعب النهاردة كان مبهر كل لاعب النهاردة كان مدهش وقبل ما شيت بلاعب لاعب في صورتين النهاردة بالنسبة لي هما كل حاجة في المباراة هما الفرحة بتاعة المباراة صورة أبو الفتوح ورايح يبوس على دماغ محمد الشناوي هو على الأرض مصاب وصورة محمد الشناوي ورايح يشجع محمد أبو جبل وهو بيسد ضربات الترجيح فراجوا على الجمال فرج سيدي فرج سيدي بتاع قصف الجبهات وبتاع الترندات وبتاع البيتجات وبتاع دعم فلان وهجوم على فلان اتفرج على المنظر هو ده الأهلي والزمالك هو ده منتخب مصر هما دول الناس اللي في الملعب اللي برا الملعب ما نعرفهمش هما دول اللي صلاح قال عليهم منباراة انه هما ما يستحملوش النجد والهجوم اللي بتعرضوا ليه من الجماهير ومن بعض الناس فيه او على شاشات التلفزيون نهارده كل حاجة حلوة فرحان قوي مبارح باللي عملوا صلاح عشان في التصوري الشخصي اللي عملوا صلاح مبارح حفز اللعيبة وخليهم النهارده يلعبوا بقتال واضح جدا في كل ثانية المباراة النهارده كانت صعبة نفسيا علينا كلنا ارهقتنا جدا لحد ما خلص الدربات الترجيح بس كنت فرحان وقلت النفس وانا بفرج على المباراة حتى لو لا قدر الله لا قدر الله ما كسبناش بس هو ده الأداء اللي احنا عايزين نشوف به منتخب مصر النهارده تطمننا على منتخب مصر قبل مواجهة المغرب النهارده تطمننا على منتخب مصر انه يقدر يلاعب السنغال في تصفات كاس العالم ويكسبها قبل كده بصراحة ما كناش متطمنين خايفين قلقانين